دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة في مستهل الاجتماع الأسبوعي إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا وتقدم مجلس الوزراء بخالص الموسى والتعازي لأسر ضحايا البلدين بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا ووجه رئيس الوزراء بالتنصيق والتعاون التام في هذا الشأن لسيما فيما يخص نقل جثمين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن موجها بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا حيث وجه سيادته القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية